المشاهدين متابعة تلفزيون اليوم السابع في كل مكان أهلا بحضراتكم بعد مرور أكتر من ثلاث أعوام على بداية انتشار مبدأ العمل من المنزل على خلفية تفشي وباء كوبيد 19 أو فيروس كورونا لا زال الكثير من الموظفين بيتمسكوا بالمرونة التي بتصاحب العمل عن بعد لدرجة أنه في الأشهر الأخيرة عندما حاول أصحاب العمل إعادة الموظفين إلى المكاتب اعترض الآلاف منهم مشيرين إلى أن العمل من المنزل يؤدي لزيادة الانتاجات بينما لا تزال الدراسات تحاول البحث في الآثار السلبية والإيجابية لمبدأ العمل من المنزل وكيفية تطويره في المستقبل خرج مصطلح العمل الهاجين الذي يعتمد على استراتيجية تجمع ما بين العمل من المنزل والعمل في المكتب توصلت دراسة حديثة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه ربما يدفع الموظفين الذين يعملون عن بعد غرامة مهنية خفية مقابل ترك المرونة وفقاً لورقة عمل من الاقتصاديين في بنك الاحتياط الفدرالي في نيويورك وجماعة آيوة وهارفرد بعد هذا البحث من بين أهم الدراسات الرئيسية التي أثبتت الجانب السلبي المهني للعمل عن بعد وجد الدراسة أيضاً أن العمل عن بعد فيما يتعلق بقطاع المندسة والتكنولوجيا على سبيل المثال عزز من إنتاجية كبار المهندسين لكنه أيضاً قلل من كمية التوجيهات والتعليقات الإرشادية التي تلقاها صغار المهندسين وكان بعض المهندسين المبتدئين أكثر عرضة لترك شركتهم كما تراجعت نسبة تطور المهندسات الإناث بالتحديد قال أيضاً مؤلفه الدراسة وفقاً لواشنطن بوست أن النتائج التي توصلوا إليها بتشير إلى شيء أوسع وهو أن المكتب على الأقل بالنسبة لنوع معين من الموظفين لعب دور مهم في التطوير الوظيفي المبكر وأثبتت البحثة أيضاً أن التوجيه والتدريب الذي يحصل عليه الموظفين بشكل شخصي ومباشر من الصعب بتنفيذه من خلال تطبيقات المحادثة زي زوم وسلاك وكذلك فإن الاجتماعات واجهاً لوجها مختلفة تماماً استخدمت الدراسة مصطلح العمل الهاجين للتعبير عن المعادلة الناجحة لمستقبل الوظائف حول العالم مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الموظفين من المكاتب على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع تكرت الدراسة أيضاً بحسب واشنطن بوست إلى أن عقوبة العمل عن بعد قد تكون أكبر بالنسبة للنساء والشباب لغالباً ما يفتقر إلى الشبكات المهنية التي يمكن أن يساعد التواجد في المكتب على توفئها بالنسبة للجانب الاقتصادي بيعتبر العمل من المنزل من أعلى العوامل التي توفر في الإنفاق المؤسسي ذكرت وكارت تلومبيرج أن عمل موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية من المنزل بعد وباء كوفيد أسهم في خفض الإنفاق الحكومي على تكاليف العقارات المرتفعة وأيضاً تكاليف الطاقة بعد تقليل أعداد المكاتب وجدت مجموعة حديثة من الدراسات تبحث في الأطار العقلية والبدنية للعمل عن بعد نتائج مختلطة حسب الصحيفة لازدهر أداء بعض العمال بسبب توفر مزيد من الوقت للسلوكيات الصحية بما في ذلك ممارسة الرياضة أو التواصل مع الأسرة بينما أصبح آخرين أقل نحاطاً اكتسبوا وزن زايد وأصيبوا بالعزلة والاكتاب دي كانت تقطيتنا عن العمل عن بعد والعمل من المكتب وما هي حالياً من الموظفين بعد انتهاء أزمة كورونا والعودة بشكل طبيعي للعمل على مستوى العالم نشكركم شكراً جزيلاً على المتابعة وانتظرونا دوماً في المزيد وإلى اللقاء